يا مرحبا فيكم إن شاء الله تكونوا تمام وأمركم كلها على العال وأيامكم كلها عطر اليوم رح نحكي عن العطور الربيعية كونه يعني دخل فصل الربيع علينا وإن شاء الله يا رب أيامكم كلها ربيع وسعادة إضافة على أنه هاي العطور اللي نحن سكرها اليوم رح تكون مناسبة لفصل الربيع وفصل الصيف كمان رح تكون مناسبة لأوقات النهارية وأوقات الدوام من العطور اللطيفة جدا واللي دايما بيدعي عطور الربيع أنه تكون عطور لطيفة لأنه متى ما دخل الربيع والصيف بيصير الحرارة عالية وبصير يعني العطر مزعج إذا كان من العطور التقيلة أو الأوريانتل يعني الهيفي زيادة عن اللزوم بهاي الخمس عطور يعني انتقتلكم منها بعضها بال2017 وبعضها يعني معروف لديكم بس رح ناخد أول شي اللي هو الجيمي شو الآيس من العطور الرائعة جدا بإعلاناته التجارية يعني كيف أعلنوا عنه تجاريا أو كنوتات تجارية العطر حمضي خشبي مسكي أروماتيك عشبي تابلي منعش رح أرى لكم النوتات تبعيته والعطر خشبي أروماتيك للرجال هاي الأنينة أصدر عام 2017 المقدمة اليوسفي ألبرقاموت الحامد وقلب العطر نجيل الهند البتشولي أخشاب الأرز والتفاح قاعدة العطر المسك التحالب وأمبروكسان من العطور الرائعة جدا هذا يعني كتير بحبه يمكن تكون العطور يعني أداءة جيد ولكنها ليست يعني ممتازة جدا اللي بدور على السبات لفترة طويلة إلا أنه يعني عطر رائحته حلو بيستاهل أنه تأتنون من العطور شقيقه رح يكون عندي اللي هو جيميشو بلو جيميشو بلو كمان من إعلاناته التجارية أحد العطور يلي يعتبر تابلي منعش أروماتيك وخشبي عنبري بانيلي وشهواني طبعا يعني شهواني اللي بتدخل فيه على أساس النوتة الحيوانية أو بيكون يعني من العطور يعني المصيرة أصدر عام 2018 مقدمته الميرامية الفلفل الأسود البرقاموت والخزامة وفي القلب الجلد أشجار السرو دهن العنبر التفاح والأنناس وفي القاعدة خشب الصندل الفانيليا نجيل الهند والبتشولي كمان أحد العطور الرائعي اللي ممكن تدنوه بعتقد يعني بعتقد يعني الجيميشو أسعاره يعني نوعا ما اقتصادية مايليا المون بلو يعني كأسعار هذا تاني عطر من المجموعة من العطور كمان اللي بحبه كتير وبيعشاء قلبي اللي هو الرالف لونن الأزرق كلكم تعرفوا بعتقد يعني هذا من العطور الرائعة جدا جدا ودايما بذكركم ياه هو عنده يعني أداء كتير حلوة متميز بعض العطور اللي ما تكررت كتير يعني اوزوني مائي تابلي وعشبي مسكي هذا أحد العطور اللي ممكن تستعملوا بالربيع بالصف بأوقات الدوام والأوقات الصباحية إذا بدنا نقول نوتاتو رح أرالكن ياها أروماتيك فقير للرجال أصدر عام 2003 طبعا مقدمته الشمام اليوسفي والخيار وبالقلب الريحان المرمية وظهور إبرة الراعي وفي القاعدة المسك الأخشاب وجلد الغزال كمان إذا بدنا نروح للنوتة اللي بذكروا فيها الشمام البطيخ الخيار بذكرنا دايما بعطر اسكيب من من نفس الشركة اللي أنتجت السيكي وون اللي هي الكالبين كلاين هذا أحد العطور يلي بنصحكم إن كنت تدونوها يعني من العطور الجميلة المنعشة يلي بدور على العطور حتى العطور الشبابية كمان معنا عطر المجيوري من اسيمياكي أحد العطور الرائعة جدا كمان بيوصفه التجاري عطر خشبي حمضي بحري أروماتيك مسكي ناعم هذا هو العطر وبالعطر خشبي ومائي للرجال النوت المائية يعني ظهر فيه جدا انتج عام 2017 مقدمته البرغاموت لجريب فروت النعناع وبالقلب نسيم البحر هدوين والشاي وبالقاعدة الأخشاب وأخشاب الكشمير أخشاب الأرز وأمبر وود والكومارين أحد العطور كمان الرائعة جدا ما بننسى كمان شقيقه من نفس الشركة اللي هي الاسيمياكي البلو العادي عطر رجولي فخم جميل جدا يمكن يكون هلأ عريف تغير أداءه ولكن من العطور الرائعة والرائعة يلي بنصحكم كمان تؤتنوها أخيرا شقيقه التأليدي يلي هو الوحش تبع الاسيمياكي يلي هو الاسيمياكي البور أوم هذا كلنا بنعرف يعني سباته رائع ويعتبر دونوتا واحد يعني بظل مستمر من أول للآخر حمدي أروماتي كتابي لمنعش وعشبي وزهري وخشبي العطر خشبي مائي للرجال أصدر عام الـ 94 وبمقدمته الكزبرة الجار السر واليوسو فيه نبات الطرخون واليوزو وزهر رأي الحمام المرمية البرجوموت الليمون والكلون وبالقلب جوزة الطيب والقرفة إبرة الراعي البربوني الزهر فرنزا نابق الوادي واللوتس الأزرق كمان بالقاعدة نجيل الهند منها يتي المسك خشب الصندل أخشاب الأرز العنبر واتبع طبعا كلها النوتات اللي نقرت وأعلن عنها تجاريا ممكن ما تكون ظاهرة بهذه الطريقة وبعتقد كونه هذا الوصف من الـ 94 فهو وصف قديم إذا بتلاحظوا أغلب العطور ما عطم وصف تجاريا بهذه الطريقة أحد العطور الرائع واللي ثباته جميل بس أنا بعتبره عطر النوت الواحد اللي بيستمر من أول لآخر وما بتغير ما عنده سلاج مميز إلا أنه يعني ثباته وأداءه رائع جدا هذا من الاسم ياكي طبعا أنا بحترم بحترم شركة اسم ياكي على المنتجات التابعية أغلبة من العطور الجميلة يلي بتستحق الاقتناء وما تنسوا البلو شقيقن وهو اللي بيحمل نفس الدين ولكن بخط تاني وبتفرد آخر هيك كان معنا الفيديو لليوم بتمنى ترشوا عطوركم كلها بالهنى ويلي دخل عليه الربيع والدنيا صارت يعني ربيعية وشاف هالخضار والأعشاب كل عام وانتوا بخير واللي لسه متأخر عليه مثلنا نحنا لسه البرد عنا والتلوج موجودة فأنا لازلت يعني بستعمل العطور الشتوية والخريفية محب تلقى لكم كونوا بخير بأمان الله